اليوم بإذن الله جل وعلا مع الصورة السابعة في المصحف الشريف حسب الترتيف في المصحف وهي صورة الأعراض صورة تتكون من 206 آية نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هي صورة مكية لماذا سميت بصورة الأعراض؟ وما أهم القصص التي وردت في هذه الصورة؟ وما قصة أصحاب السبت؟ وماذا نتعلم منها؟ وما أهم موضعاتها؟ وما فضلها؟ وما بعض الأحكام الفقهية التي تستمد وتأخذ من هذه الصورة؟ تابعون الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم مع صورة جديدة في سلسلة أسرار القرآن الكريم صورة الأعراف وهي صورة تسمى بأكثر من اسم منها اسم الأعراف وهو اسم لجبل مرتفع أو صور مرتفع بين الجنة والنار يقف عليه مجموعة من الناس لم يحسنوا إحسانا كاملا يوصلهم للجنة ولم يسيءوا إساءة كاملة تدخلهم النار لكنهم لم يحسموا موقفهم في دائرة الصراع بين الحق والباطل فوقفوا على هذا الصور المرتفع المسمى بالأعراف وتسمى أيضا الصورة بصورة الميقات وذلك لأن ورد فيها قصة ميقات موسى عليه السلام مع ربه جل وعلا في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى آخر الآية كما تسمى الصورة أيضا بصورة الميثاق وذلك لورود آية الميثاق التي أخذ الله عز وجل فيها الميثاق على ذرية آدم عليه السلام بأن يعبدوه وحده لا شريك له لأنه خالقهم كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وصورة الأعراف أيها الأحبة هي من الصور المكية التي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هي صورة من السبع الطوال والسبع الطوال كما ذكرنا قبل ذلك هي صورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعلم وتعليم ومعرفة والعمل بهذه السبع الطوال قال صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر أي من تعلم هذه الصور وعمل بما فيها وحفظها فهو حبر وعالم بما فيها من أحكام والقارئ لصورة الأعراف يجد أنها تهتم بمجموعة مهمة جدا من الموضوعات والتي على رأسها بيان قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وبيان أصول العقيدة الصحيحة أيضا يجد القارئ لصورة الأعراف أنها تهتم ببيان معجزة القرآن الكريم وأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة كما يجد القارئ في صورة الأعراف أنها تهتم ببيان أبوة آدم عليه السلام للبشر جميعا كما تهتم ببيان الصراع الذي دار بين آدم وبين إبليس وأن هذا الصراع مستمر إلى قيام الساعة كما اهتمت الصورة أيضا أيها القارئ ببيان أسلحة إبليس التي يستخدمها في المعركة لكي يهزم ابن آدم والتي على رأسها وأهمها تعرية الإنسان وكشف سوأته وعورته ليزول الحياء وذلك لأن إبليس يعلم جيدا أنه إذا زال الحياء من الإنسان وأزال الثوب الحياء من المسلم فقل على الدنيا السلام بيّنت الصورة أيضا مصير الناس في التعامل مع الصراع الدائر بين الحق والباطل وقسمت هؤلاء الناس إلى ثلاث فرق فرقة مؤمنة ناجية وقفت مع الحق وفرقة كافرة خاسرة وقفت مع الباطل وفرقة مائعة مترددة لم تحدد موقفها في الوقوف مع أهل الإيمان أم أهل الكفر والخسران لذلك بيّنت الصورة أيضا مصير فرقة المؤمنين وبيان مصير فرقة الكافرين وتوقفت عند مصير الفرقة السلبية المائعة التي لم تحدد موقفها من باب التهديد والتهويل لهم على هذا الموقف المتردد وستجد الصورة أيضا تكلمت عن قصص الأنبياء وكيف تعامل إبليس مع هؤلاء الأقوام لكي يتعاملوا مع أنبيائهم ورسلهم الذين أرسلهم الله جل وعلا فانتبه أيها المسلم وأنت تقرأ صورة الأعراف وحدد موقفك مع أي فرقة أنت وتريد أن تكون في أي مصير أنت لذلك أيها القارئ لصورة الأعراف تستطيع أن تقول بكل قوة أن صورة الأعراف تدور حول محوى الرئيس وهو بيان الصراع الدائر بين الإنسان وبين الشيطان من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وأن هذا الصراع سنة كونية مستمرة لن تنتهي أبدا وإنما الواجب على الإنسان أن يحدد مصيره وأن يكون في صف أهل الحق لأنه هو الطريق المنتصر في النهاية وأن يبتعد عن طريق أهل الباطل لأنه مهزوم لا محالة في الدنيا قبل الآخرة وأن يتجنب التميع والتردد في تحديد موقفه ومصيره لأن المتميعين على خطر عظيم كأصحاب الأعراف وهذا المحور الرئيسي للصورة يتناسب مع وقت نزول الصورة وأنها نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في أشد مرحلة مكية وهي مرحلة الجهر بالدعوة وكأن الصورة تقول للمؤمنين اعلنوا موقفكم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان بالقرآن ومن التمسك بالإسلام بكل قوة دون تردد أو خجل لذلك تجد أيها القارئ لصورة الأعراف وأنت منتبه وتتدبر جيدا أن أول الصورة مرتبط بآخر الصورة ففي أول الصورة تتكلم الصورة عن القرآن الكريم وأنه معجزة الله الخالدة وسبب نزول هذا الكتاب وأنه ذكرى وموعظة للمؤمنين كما تبين الصورة في آخرها أيضا الغرض من إنزال القرآن الكريم وأنه هدى ورحمة للمؤمنين فما بين الذكرى وبين الهدى والرحمة صار أقوام بين الحق وبين الباطل والآن انتبه معي جيدا إذا أردت أن تتدبر وتفهم صورة الأعراف سأدلك على بعض الكلمات الغريبة الموجودة في هذه الصورة وإذا فهمتها جيدا ستستطيع بإذن الله جل وعلا أن تفهم معاني باقي الصورة من هذه الكلمات الغريبة أول كلمة في الصورة أو أول آية وهي ألف لام ميم صاد وكما قلنا سابقا أن هذه من الحروف المقطعة التي لا يعلم تأويلها حقيقة إلا الله جل وعلا ولكن قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ألف لام ميم صاد هي اختصار لقوله أنا الله الملك الصادق ستجد أيضا قول الله تعالى قال خرج منها مذؤوما مدحورا مذؤوما أي مذموما بأبلغ أنواع الذنب ومدحورا أي مبعدا مطروضا ستجد أيضا قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم وريشا وهو ما ظهر من الثياب ستجد أيضا قول الله تعالى يخصفان عليهما من ورق الجنة وكلمة يخصفان أي يصلان بعض الأوراق ببعض حتى يسطروا هذه العورات أيضا معنى قول الله تعالى إلا نكدا أي إلا قليلا وقوله أيضا على رجل منكم أي على لسان رجل منكم أيضا قول الله تعالى فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عز وجل عليكم وأيضا قوله بوأكم أي أنزلكم أيضا كلمة جاثمين أي ساكنين لا تتحركون ستجد أيضا كلمة الغابرين وهم القوم الباقين كما تجد أيضا كلمة أرجه وأخاه أي أخره هو وأخاه ستجد أيضا في هذه الصورة كلمة يعرشون ويعرشون معناها يبنون كما تجد كلمة متبر ما هم فيه أي مهلك ما هم فيه ستجد أيضا معنى قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل وكلمة تجلى أي ظهر أي أظهر الله عز وجل من أمره ما شاء أن يظهره ستجد أيضا قوله تعالى جعله دكا أي جعل الجبل دكا أي سواه بالأرض ستجد أيضا قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن فالسكوت هنا بمعنى السكون والهدوء أيضا قوله فانبجست أي انفجرت ستجد أيضا قوله تعالى إذ يعدون في السبت وكلمة يعدون هنا أي يعتدون بمعنى يصطادون في اليوم الذي حرم الله عليهم الاصطياط فيه وأما معنى قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات أي اختبرناهم بالخير والشر اختبرناهم بالخصب والجدب وأما قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم أي زعزعناه وقلعناه من الأرض وأما قوله عن يوم القيامة ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها عن أهل السماء وأهل الأرض فلا يعلم متى تأتي الساعة أحد إلا الله جل وعلا هذه بعض الكلمات الغريبة التي تريد أن يتضح معناها في صورة الأعراف وإن كان هناك بعض الكلمات الأخرى التي تريد أن تعرفها تستطيع أن تكتبها في الكومنت وإن شاء الله سيتم الرد على حضرتك بتوضيح هذه المعاني جيدا تعالوا لنقف سريعا مع بعض الآيات التي كان لها سبب نزول وكلمة سبب نزول أن يحدث موقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل آية لتعالج هذا الموقف أو لتبين حكم ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من هذا مثلا أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراتا الرجال والنساء كان الرجال يطوفون بالنهار وكانت النساء تطوف بالليل وكانت المرأة تطوف عريانة وعلى فرجها خرقة أو شيء لكي تغطي سوأتها وتطوف على هذا الشكل وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى فلا أحله فنزلت الآية رقم 31 من سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد البسوا ملابسكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة أما الآية رقم 184 من سورة الأعراف والتي يقول الله عز وجل فيها أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على جبل الصفى بمكة ونادى على أهل قريش فخذا فخذا أي قبيلة قبيلة يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان وجعل يحذرهم بأس الله عز وجل وعذابه ويذكرهم الآخرة ويدعوهم إلى الإيمان به وإلى الإيمان بالله جل وعلا فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت طوال الليل أي كل الليل أن يدعو الناس إلى الإيمان والإسلام فأنزل الله هذه الآية دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مجنونا قط وورد أيضا في سبب نزول الآية 187 التي يقول الله عز وجل فيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها أن رجلين أحدهما يسمى سموء الابن زيد والثاني يسمى حمل ابن أبي قشير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا متى تكون الساعة إن كنت نبيا حقا فإنا نعلم ما هي فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وورد أيضا أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الأمر فنزلت هذه الآية أيضا وهذا دليل على أن وقت قيام الساعة أو وقت قيام يوم القيامة لا يعلمه إلا الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا سيدنا جبريل عليه السلام أعظم الملائكة أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق خلقه الله جل وعلا فسأله يا محمد متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فمن يدعي يوما وقت قيام الساعة وأنه يعلم بالتاريخ والمعاد والزمان فتستطيع أن تخلعوا ما في أرجلكم وتعطوه على رأسه وأما عن آخر سبب من أسباب النزول الوارد في هذه السورة أن أقواما كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة ويتكلمون في الصلاة ويرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالإنصاط إلى القرآن الكريم فنزلت الآية متين واربعة من سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون أما عن القصص القرآن الوارد في سورة الأعراف فمشاء الله كثير جدا فتكلمت الصورة عن قصة آدم عليه السلام مع إبليس والصراع الدائر بينهما وتكلمت أيضا عن قصة نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح مع قومه ولوط مع قومه وشعيب مع قومه كما ذكرت الصورة بالتفصيل قصة موسى مع فرعون وقومه وإيمان الصحر بموسى عليه السلام وبأخيه ثم عبادتهم العجل بعد ذلك لكن كل هذه قصص الأنبياء لن نتكلم عنها الآن وإنما سنتكلم عنها بإذن الله في قائمة قصص الأنبياء إن شاء الله جل وعلا لكن الآن نتكلم عن بعض القصص الذي لا يتعلق بقصص الأنبياء ونبدأ بقصة سميت على اسمها الصورة وهي قصة أصحاب الأعراف التي سميت بإسمهم صورة الأعراف وهذه القصة وردت في صورة الأعراف من الآية 46 إلى الآية 49 وتتكلم عن أصحاب الأعراف والأعراف هو تل كبير بين الجنة والنار صور عظيم جدا يفصل بين الجنة وبين النار ويمنع أهل النار من الوصول إلى الجنة وأهلها وهذا الصور هو الوارد في قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي الجنة وظاهره من قبله العذاب أي النار وهذا الصور وهو صور الأعراف الفاصل بين الجنة والنار عليه رجال محبوسين لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار إلى أن يأذن الله جل وعلا يا ترى من هم أصحاب الأعراف وماذا صنعوا قال العلماء أن أهل الأعراف أو الرجال الواقفين على جبل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم وذلك لأن المسلم إن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة بإذن الله وأما إن غلبت سيئاته على حسناته وزادت فهو مفوض أمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وأما إن استوت حسناته مع سيئاته فيقف على جبل الأعراف مدة من الزمان ينظر إلى أهل الجنة تاره فيتمنى ما هم فيه من النعيم وينظر إلى أهل النار تاره فيخاف أن يكون معهم فيقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فهم قوم لهم حسنات منعتهم من دخول النار كما لهم سيئات منعتهم من دخول الجنة وقال فريق آخر من العلماء أن أهل الأعراف هم قوم قتلوا في سبيل الله جل وعلا لكنهم خرجوا إلى القتال والجهاد بدون إذن الآباء والأمهات فمنعهم الجهاد والقتل في سبيل الله من دخول النار ومنعتهم معصية الآباء والأمهات من دخول الجنة فإذا أراد الله عز وجل أن يعفوا عنهم بعد مرور مدة من الزمان يقفون فيها على هذا الصور يلومون فيها أنفسهم أنهم لم يحسموا موقفهم بين الحق والباطل ولم يزيدوا في حسناتهم في هذه الدنيا أنزلهم الله عز وجل إلى نهر يسمى بنهر الحياة وهذا النهر مكلل باللؤلؤ حافتاه قصب الذهب ترابه المسك ينزلهم الله عز وجل في هذا النهر حتى إذا صلحت ألوانهم وظهرت في نحورهم شامة أو علامة بيضاء يعرفون بها أخرجهم الله عز وجل وقال لهم تمنوا فيتمنون إلى أن تنتهي بهم الأمان يتمنوا كل شيء يريده الإنسان حتى تنتهي بهم الأماني فيقول الله لهم لكم ما تمنيتم ومثله سبعون ضعفا ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة وفي نحورهم هذه الشامة والعلامة البيضاء التي يعرفون بها بأنهم أهل الأعراف ويسمون مساكين أهل الجنة هذه قصة جبل الأعراف والقوم الذين يقفون عليه فاحسم موقفك جيدا وزيد في حسناتك حتى لا توضع في موقف لا تدري نهايته أما القصة الثانية وهي قصة نريد بالفعل أن نتعلم منها وأن نعتبر لأنها قصة وإن كانت ماضية لكنها تتكرر كثيرا في عصرنا الحاضر وهي قصة أصحاب السبت وقصة أصحاب السبت هي قصة قرية صغيرة تسمى أيلة بين مدينة مدين والطور وكانت في زمن نبي الله داود عليه السلام وكان هؤلاء القوم من بني إسرائيل متمسكين بالتوراة وتعاليم الأنبياء وكان من ضمن هذه التعاليم أن الله عز وجل حرم عليهم صنع أي شيء من التجارات والمكاسب والبيع والشراء والصيد في يوم السبت وكانوا بالفعل ملتزمين يفعلون كل شيء طوال الأسبوع فإذا جاء يوم السبت استراحوا وفرغوا أنفسهم لعبادة الله جل وعلا واستمروا على ذلك عهودا وسنين وكان من اختبار الله عز وجل لهذه القرية أن السمكة والحيتان كانت تخرج على الشاطئ وتظهر على سطح الماء في يوم السبت المحرم عليهم الاستياط فيه فإذا جاء يوم الأحد دخلت الأسماك والحتان إلى عمق البحر فيصطادون بصعوبة وشدة إلى أن دخل الجشع والطمع في نفوس فريق من أهل هذه القرية وقالوا ما لنا نترك السمك الذي يظهر على سطح الماء وعلى الشاطئ في يوم السبت ثم نتعف في باقي أيام الأسبوع في الاستياط فبدأوا يتشاورون ويفكرون في صنع حيلة لكي يصطادوا السمك في هذا اليوم فقالوا ننصب الشباك والأحبال ونحفر الحفر في يوم الجمعة مساء فإذا جاء السمك على الشاطئ يوم السبت نزل في هذه الحفر ودخل في الشباك والحبال فلا يستطيع الخروج ولا الهروب ثم نأتي في يوم الأحد صباحا ونأخذ هذه الشباك وبذلك نكون لم نصطاد أي شيء في يوم السبت وهذا من باب الحيل الكاذبة المحرمة لأنهم يحتلون على ملك الملوك جل وعلا وبالفعل بدأوا في صنع هذه الحيلة وبدأوا في تنفيذ هذا الأمر وعصوا أمر الأنبياء والرسل وعصوا التوراه المنزلة عليهم في ذلك الوقت وهنا انقسم أهل القرية إلى ثلاث فرق وانتبه لتعرف نفسك مع أي فرقة أنت أما الفرقة الأولى فهي الفرقة التي كذبت وعصت أمر الله جل وعلا واحتالت الحيل في ارتكاب الأمر المحرم المنه عنه شرعا وأما الفرقة الثانية فهي فرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ذهبت للفرقة الأولى وقالت لهم أنتم ترتكبون الحرام وما تفعلوه معصية لله ولأنبياء الله ولكتاب الله التوراه وأنتم بذلك تعرضون أنفسكم وأهليكم لخطر عظيم وما تأكلوه هو محرم شرعا وأما الفرقة الثالثة هي فرقة سلبية وقفت لم تنكر على الفرقة الأولى ولم تقف مع الفرقة الثانية بل تكلمت مع الفرقة الثانية وقالت لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أنتوا ليه عملين نفسكم مشايخ وليش أغلين نفسكم بالدين فاللي يعصى ربنا يعصي واللي يطيع ربنا يطيع ربنا هو رب الدين وهو المسؤول عن الإسلام وربك رب قلوب واسكت وما تتكلمش وما تدخلش في اللي أنت فيه وكل الكلام اللي بنسمعه فأيامنا دي فكان الرد من الطائفة الثانية أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر موعظة إلى ربكم ولعلهم يتقون لعلهم يتوبون ويعودون إلى الله جل وعلا ويتركون فعل هذه المعصية ولكن الفرقة الأولى لم تقبل نصيحة الفرقة الثانية وأصر على موقفهم بارتكاب الحرام والبعد عن تعاليم الله جل وعلا وهنا تدخلت إرادة الله سبحانه وتعالى أما الفرقة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأعلنت موقفها من أهل الباطل وابتعدت عنهم فنجاها الله سبحانه وتعالى أما الفرقة التي أصرت على ارتكاب المعصية وارتكاب ما حرمه الله سبحانه وتعالى وتمسكت بالباطل وابتعدت عن الحق وسدت آذانها عن سماع النصيحة مسخهم الله عز وجل وحولهم إلى قردة وخنازير ومكثوا في الأرض ثلاثة أيام ثم أماتهم وأبادهم الله سبحانه وتعالى أما الفرقة الثالثة التي سكتت ولم تنضم لأهل الحق ولم تنضم لأهل الباطل إنما سكتت واكتفت بهذا السكوت فسكت الله عز وجل عنهم لأن الجزاء من جنس العمل والسكوت هنا هو نوع من الاحتقار والتقليل من شأنهم ولهذا اختلف العلماء في شأن هذه الفرقة الساكتة هل هم من القوم الناجين أم هم من القوم المعذبين ويكفي هذا الاختلاف وهذا السكوت عقابا لهم يا ترى وأنت تسمع الآن لو كنت في هذا الزمان في أي فرقة كنت ستكون ولو يحدث هذا الأمر الآن ويحدث كثيرا في المواصلات وفي الشوارع والطرقات وفي البيوت وفي العمل وعندما تعرض عليك رشوة وعندما ترى أمر محرم يرتكب ويعصى فيه الله سبحانه وتعالى يا ترى هل تكون من العاصين أم من الآمرين بالمعروف أم من الساكتين المبتعدين اختر لنفسك الحكم الذي تريده والمكان الذي تريده فمقامك حيث أقامك أما القصة الأخيرة التي معنا وهي قصة وردت في الآية مية خمسة وسبعين ومية ستة وسبعين من صورة الأعراف والتي قال الله عز وجل فيها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات من هو هذا الشخص الذي آتاه الله عز وجل الآيات وانسلخ منها وابتعد عن تعاليم الله سبحانه وتعالى هذا رجل يسمى بلعام ابن باعوراء أو بلعم ابن آبر وكان هذا الرجل من أهل اليمن وقيل من أهل البلقاء وكان يسكن في بيت المقدس مع الجبارين في هذا الزمان وكان قد آتاه الله عز وجل الآيات فكان يعلم اسم الله الأكبر والأعظم وكان مجاب الدعوة فإذا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا أعطاه الله إياه ومع كل هذه الآيات العظيمة والمقام والارتفاع والاتصال بالله سبحانه وتعالى لم يستخدم هذه الآيات في الخير بل استخدمها في الشر لما جاء موسى عليه السلام بقومه إلى أرض بني كنعان من بلاد الشام جاء أهل بلعام وقالوا له إنك رجل مستجاب الدعوة وإن موسى جاء بقومه أراد أن يخرجنا من أرضنا ويقتلنا ويقتل أهلنا فادعوا الله عليه ليهلكه فقال بلعام كيف أدعوا الله عليه ونبي من أنبياء الله ومعه المؤمنون وتحارب معه الملائكة والله لا أفعل فظلوا به حتى فتنوه عرضوا عليه المغريات فاستجاب لهم فصعد على جبل يسمى حسبان وأخذ يدعو الله عز وجل على موسى وقومه وهنا دخلت عناية الله سبحانه وتعالى فكان كلما دعا بلعام بشر على موسى وقومه حول الله لسانه على قومه هو فإذا أراد أن يقول مثلا اللهم أهلك موسى وقومه يجعل الله لسانه ينطق بقوله اللهم أهلك بلعام وقومه وهنا نظر قوم بلعام إليه وقالوا إنك تدعو علينا وتدعو إلى موسى وقومه فقال والله هذا أمر لا أملكه قد ذهب مني خير الدنيا والآخرة وما بقي لي إلا أن أحتال لكم أصنع لكم الحيلة فقالوا ماذا نفعل قال أؤمروا نساءكم أن يلبسوا ويتزينوا ويأخذوا البضائع وينزلوا إلى بني إسرائيل ليبيعوا السلع وأمروا نساءكم ألا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها من بني إسرائيل فإنهم إن زنى منهم رجل واحد غلبتموهم وفعلت النساء بالفعل هذا الأمر ومرت امرأة جميلة من الكنعانيين برجل عظيم من بني إسرائيل فأعجبت فأخذها وذهب إلى سيدنا موسى عليه السلام وقال له أراك ستقول لي إن هذه محرمة عليك فقال له موسى نعم محرمة عليك فالزنى محرم في جميع الأديان وفي كل الأزمان فقال والله لا أطيعك في هذا أبدا وأخذ المرأة ودخل خيمته وزنى بها فأرسل الله عز وجل على بني إسرائيل الطاعون حتى جاء قوم وذهب إلى هذا الرجل مع هذه المرأة وقتلوهما فرفع الله عز وجل عنهم الطاعون هذا هو بلعام بن بعراء الذي آتاه الله عز وجل الآيات فما كان منه إلا أن استخدمها في شر وانسلخ وابتعد عن آيات الله سبحانه وتعالى واتبع الشيطان الذي أهواه فأنزله الله عز وجل من الرفعة والمقام إلى الذلة والهوان فصار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وفمه في الطراب وإن تتركه يلهث وأيضا فمه في الطراب وهذا هو حال كل شخص تصل إليه آيات الله سبحانه وتعالى وتعاليم الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتركها ويتعد عنها سيكون لا محالة في يوم من الأيام كمثل الكلب ذليلا حقيرا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلا تكن منهم وانت تقرأ صورة الأعراف ستجد بعض الآيات التي استنبط العلماء منها أحكاما فقهية يجب على المسلم أن يتعلمها ويطبقها ويعمل بها من هذه الآيات مثلا قول الله تعالى يا بني آدم خذ زينتكم عند كل مسجد وكلمة مسجد هنا أي عند كل صلاة واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب ستر الإنسان لعورته عند الصلاة والعورة بالنسبة للرجل هي ما بين السرة والركبة وبالنسبة للمرأة هي جميع الجسد ما عدى الوجه والكفين واستدل أيضا بهذه الآية استحباب أخذ الزينة ولبس الأبيض والسواك والطيب عند صلاة الجمعة وصلاة العيد بالخصوص وعند كل الصلاوات على وجه العمو استدل العلماء بقوله تعالى أيضا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين على أن الأكل والشرب واللبس حلال شرعا فكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بشرط أن لا يكون هناك كبر أو إعجاب أو إصراف أو مخيلة قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير صرف ولا مخيلة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده مدام الطعام طيب ولم يحرمه الله والشراب طيب ولم يحرمه الله فكل والبس واشرب بعد ذلك ما شئت لكن احذر أيها المسلم وانتبه إياك 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 من الإصراف والإصراف هو تجاوز الحد المطلوب سواء كان في الطعام أو الشراب أو اللبس قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإياك أن تملأ بالزيادة فينقلب عليك بالمرض والألم قال العلماء جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية في القرآن وقالوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أما الحكم الثالث هو أن التحليل والتحريم خاصان بذات الله جل وعلا ومن أرسلهم من أنبيائه ورسله وما أنزل معهم من الكتب فانتبه لذلك فلا تحريم إلا بنص ولا تحرم شيئا لم يحرمه الله ولم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وفي الآية التي بعدها قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية فالتحريم والتحليل هما شرع لا يكون إلا من عند الله أو من وكلهم الله عز وجل بتبليغ رسالته للناس أيضا استدل العلماء بقوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا على استحباب الدعاء سرا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى في سرك بينك وبين نفسك وأن الجهر بالدعاء غير مطلوب إلا في مواضع معينة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يجهرون بالدعاء ويرفعون أصواتهم فقال لهم اربعوا على أنفسكم هدئوا أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب استدل العلماء أيضا بقوله تعالى في قصة شعيب الذي أرسله الله لقومه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم على وجوب الوفاء بالكيل والميزان فإذا بعت فأوفي وإذا اشتريت فأوفي ولا تبخس الناس حقوقهم في المال ولا في السمعة ولا في غير ذلك وإياك أن تكون من المطففين في الميزان الذين إذا اشتروا زادوا وإذا باعوا قللوا في الميزان قال تعالى ويل للمطففين والويل هو واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم عياذا بالله أعده الله عز وجل للمطففين في المكيال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا أخذوا من الناس يأخذون حقوقهم كاملة وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا أعطوا للناس يقللون في الميزان ولا يعطون الناس حقوقهم ومن الوفاء أيضا في المكيال والميزان أن تعطي كل إنسان حقه في الشهادة وفي الكلام عنه فإياك أن تقول على إنسان سوء وهو ليس من أهل السوء أو تمدح إنسان وهو لا يستحق المتح فأنت بذلك مطفف في الكيل والميزان استدل العلماء أيضا بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون على وجوب الاستماع للإمام عند قراءة القرآن في الصلاة فإذا قرأ الإمام فاستمع له ولا تقرأ ولا تغلوش عليه ولا ترفع صوتك بقراءة القرآن فتحدث له أذى في ذلك كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يتكلمون في الصلاة ويرفعون أصواتهم في الصلاة وأحدهم قرأ قرآنا فرفع صوته فأحدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أذى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أني أنازع القرآن من اللي بيقرأ بصوت مرتفع ويسبب لي أذى في القراءة فإذا قرأ الإمام فاسمع وأنصت وتدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا هذه بعض الأحكام المهمة التي نستفيدها من صورة الأعراف هناك أحكام كثيرة لكن سنمر عليها خلال صور أخرى وأسرار أخرى من أسرار القرآن الكريم وختاما ماذا تعلمت أنت وماذا تعلمت أنا من صورة الأعراف نتعلم من صورة الأعراف أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بكلام بشر ولا بكلام ملك ولا بكلام جن وأنه يجب عليك أن تؤمن بذلك إيمانا قطعيا وأن هذا القرآن هو كتاب هداية ورحمة وذكرى وعبرة للمؤمنين نتعلم أيضا من صورة الأعراف أن الصراع بين الحق والباطل القديم من أول ما أوجد الله آدم على ظهر هذه الأرض ومستمر إلى قيام الساعة فلا تجزع ولا تقلق من هذا الأمر وإنما الواجب عليك هو أن تتمسك بالحق وبأهله وأن تبتعد عن الباطل وأهله وإياك أن تكون من أهل الإمع الذين يسيرون مع هؤلاء إطارة ومع هؤلاء أخرى لا ينبغي للمسلم أبدا أن يترك المنكر ينتشر في مجتمعه بل لا بد أن يقف لهذا المنكر بالمرصاد وأن ينكر المنكر على قدر استطاعته إما بلسانه وإما بقلبه وإن كان صاحب سلطة ومنصف فليكن درء المنكر بيده أي بسلطانه الذي معه نتعلم من صورة الأعراف ألا نخاف لا من الظلم ولا من الظالمين ولا من المتجبرين فكل ظالم ومتجبر على ظهر الأرض سيهلك لا محالة فهذا فرعون تجبر وتكبر واغتر بملكه وسلطانه وفي النهاية مات غريقا في البحر وأما صحرة فرعون عندما رأوا الآيات وحسموا موقفهم وآمنوا بالله فرفع الله عز وجل شأنهم بعد ذلك في صورة الأعراف ستجد ثلاثة نداءات مهمة جدا النداء الأول من أهل الجنة على أهل النار بأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم سبحانه وتعالى حقا وعدهم الله في الدنيا بشيء فوجدوه حقا في الآخرة أما النداء الثاني فهو نداء من أهل الأعراف لأهل الجنة بأنهم يطمعون أن يكونوا معهم في يوم من الأيام وأما نداء الثالث هو نداء أهل النار لأهل الجنة يطلبون منهم الأرزاق والخيرات والماء والشراب فيكون الرد القاسي الشديد إن الله حرمهما على الكافرين فاختر لنفسك في أي فئة تحب أن تكون وفي أي مكان تريد أن تكون نتعلم من صورة الأعراف عدم التقليل من الذنب والاحتقار الذنب فالذنب قد يكون قليلا من وجهة نظرك لكن عند الله سبحانه وتعالى كبير ويعاقب عليه بأشد أنواع العقاب فقد أرسل الله نبيا من أنبيائه لقومه لكي يأمرهم بالوفاء بالكيل والميزان الذي تراه صغير أنت هو عند الله قد يكون كبيرا فإياك أن تحتقر ذنبا أو تقلل منه نتعلم من صورة الأعراف العلاج الرباني لمسألة الفقر وقلة الأرزاق فإذا كنت تريد أن تنزل عليك الخيرات والبركات من السماء وتخرج لك من الأرض فتمسك بكتاب الله وتعاليم دينك وشرع نبيك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه أهم الدروس وأهم العبر وأهم الأمور التي نتعلمها من صورة الأعراف وعليك أن تقرأ الصورة مرة أخرى وتستمع إلى نداءات الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وتحسن موقفك شاء الله ستجد أن صورة الأعراف قد تغيرت في ذهنك وتأثر بها قلبك وهذا هو المطلوب من أسرار القرآن الكريم والسلام اشتركوا في القناة